الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يقول الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوة إلى آخر الآيات من أوائل صورة الأنبياء ربنا عز وجل بيتكلم عن حال الناس في القرآن الكريم ربنا قال اقترب للناس حسابهم والليل الناس محتفلين برعس السنة والناس دي كلها إلا من رحم الله عز وجل كلهم رأيين الساعة ناشر أنا ما عارف الساعة ناشر دي بوزع فيها قروش في مطر بتنزل الوطب تسخن الحاصي شنو أنا ما عارف ولا دارين يقيموا الليل بالضبط كده في شنو الناس دي كلها رأي جاء الساعة ناشر الله قال ليك اقترب للناس حسابهم مجهد الساعة نار قربت القيامة اقرب من الساعة ناشر تعرف كلام زي دا؟ عارف ربنا تبارك وتعالى قال ليك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما جايبين خبر؟ هس يسأل زول قل ليه يا أخي ربنا عز وجل قال ليك القيامة قربت وعمل حسابك وعمل صالح وتوب لله عز وجل قل ليك اخذ دقيقة دقيقة الساعة نار قربت لنرويس مهمتا؟ كذا نجحيك لرأس السنة بوريك الحاسشون بعدين الله عز وجل قال لاهية قلوبهم القلوب لاهية عن ذكر الله تبارك وتعالى ولما أعرض المسلمون عن كتاب ربهم عز وجل الناس لما انخلوا القرآن وبيقول شغالين أغاني الآن سكت أقرأ قرآنيني البرجاك منو؟ إلا من رحم الله أقرأ قرآنين أقرأ لك أي سورة قل له والله واحد سورة التوبة سورة النجم ما أفزو البرجاك لكن شاخر ليك أغنية بجاي إن شاء الله حقت كمال ترباس ولا كمال معارز زمان ديلك إمتى خمس سنين وأربع سنين الأمة دي كلها بجيك بجاي يقول لك السلام أغاني الحقيبة إمتى تغييرها تجيب لهم منا مزق رشخور برضو بجوك نفس الجماعة بتعين الحقيبة قل لك أغاني الهجيج والطرف إمتى تغيير لهم ده تجيب لهم ناس أبوك الشيخ حرتائي سرتائي يقول لك شايف صلي عليه الأمة دائرة ترقص إمتى كلامي لكن القرآن الكريم كرام ربنا تبارك وتعالى ما بيسمعه عشان كده ربنا عز وجل قال فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة والآية دي نحن بنحتجبها على الناس اللي يحتفلوا الليلة بساعة اثناشر طلعتاشر عشرين كل واحد إنت الله عز وجل قال لك فمن أعرض عن ذكري دار تفرح آي ما بيراس السنة وأنا أتحداك لو إنت فرحان دارتغلتنا نحن ما فرحان فرحان شنو وإنت راجل وساعة نار تجي ودار تعمل حاجات كده بجيك لا إنت ما فرحان ولا شي ربنا عز وجل قال لك دار تفرح آي الفرح في القرآن الكريم الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون خير من ذاك كله قال لك إنت فإنت لو دارت أفرح الفرح ما في رأس السنة أنا بس أنا أعرف الناس يتعالوا أغنعون كده براحة كده خدتوا الكورة في الواطن ما بقولوا الجماعة البفرح شنو البفرح شنو يا الساعة اثناشر الساعة أول الساعة قمية اثناشر يوم واحد تلاتين اثناشر البفرح شنو بالضبط كده قل ليك لا السنة الجديدة جاء هس يعني زمان السنة الفاتت برضو حضرت نفسي الهوزة لا الهوى بيقبارد إنت ولا الأسعار من نزلك إنت كلامي ولا في أي حاجة تغيرت رجعت البيت نمت يعني ما في حاجة لا لقيت السرير قلب لا بيقى ظريف إنت البفرح والأي الأسعار زاد الزات وقال لك إنت البفرح شنو بس من الساعة اثناشر وبعدين تعال سألك سؤال إنت بالنهار ما في الساعة اثناشر برضو قبال ديك قبال مجدك كانت اثناشر طيب ما كانت احتفل قبال بس إش معنى مع الضلام عندك شنو مع الضلام إنت أبو الرجاء مخفاش قبال ما في الساعة اثناشر قبال قبال بعد الفطور ما جاءت الساعة اثناشر والناس دي فطرت ومشت شربت الشاي وإنت واحدين سجائر واحدين إلى آخره وشيشة وهوس وإنت كانت احتفل قبال الوطع النهار الشميس فوق جيب ليك إن شاء الله شفت بازوقة فيك ما كانت احتفل يقول لك للساعة اثناشر بالليل عندهم فهم طيب في ناس بيحتفلوا بيحتفلوا الساعة اثناشر وما عارفين الساعة اثناشر دي فيها شنو إنت ما قمت مما صغير لقيت الناس دي الساعة اثناشر جات بيقول لي علمها إنت أنا جيت الخرطوم دي قبل فترة الساعة قالوا قال ليه ليه لطف يا الشمعة فلولع من ذاته أنا ما عارف إنت بولوها بيطفوها يعني شنو يعني الشمعة بجيب لك بريتة بوليها الامو كلهم اوف بيطفوها طيب موليها ليه إنت موليها على شنو درت اللعب ساعد قال ليه الليلة دعي النطف في الشمعة كويس قالوا بيطفو الأنوار أنا قلت عليهم كويس الساعة النار جات جيران نتشت الكلام ده في الكلهاق لصنقات جيران نتشت طفو الأنوار أنا كنت نائم صحيت فتحت النور إنت قال ليه ميت تولعوا التطفو وأنا بولع تولعوا بطفي عكسي بس إنت الساعة معشر الناس اللي بيحتفلوا بيها دي إنت كلامي دي ما حقتنا يا ناس ما حقتنا أني إحنا الساعة النار دي مفروض نكون نائمين إنت ربنا قال وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهارة معاشة إنت الليلة الساعة النار دي مفروض تكون نائم إنت مصاحيك لحد مصاحي لحد الزمن دا مالك إنت المصاحيك لحد الزمن دا شنو قل لك لا راس السنة وينو ليو وينو راس السنة وينو وراس السنة ما الليلة ذاته عشان أنا قنيعك مرة واحدة جاي لي راس السنة عي ما الليلة يلا أرجع إنت راس السنة دا إذا جاز نقول في راس السنة أكان مفروض يكون ليلة القدر لأنه الله قال فيها يفرغ كل أمر حكيم إنت لكن أرجع لك الساعة الاثناشر دي عند اليهود والنصارى الكفار دي لك ناس ميسي ولا ميسي ما اقع في الناس بقول لك لا لا ميسي دا شفتها ما مش وقت بجي خشي وقت اجي خشي الميدان مش بعمل لك واحد اتنين تلاتة أربعة إنت قايلوا قاعد يحسب شنو يعني جداول ضرب كده دي دا صليب بعمل لك واحد اتنين تلاتة زيد ورجلو في الواطا وبيعمل لها كده وبيجي خشي وإنت ناس ميسي والجماعة الكفار كريستيانو مين كده شنافش تايجر مين كده شيلسي الجماعة ديل جونسينة وأورتين الجماعة ديل إنت عارف الساعة الاثناشر فهمهم فيها شنو ديل الساعة الاثناشر بيقول لك انتقلنا من مرحلة النور الدنيوي الى مرحلة النور الاخرى وهي ده جو الكنيسة وتقبط في اللمبة طبعا اذا طفوا اللمبة بعد داك بيشتغلوا حاجة تسمى بابرة والدرد بتعارف ابرة والدرد ما بتعارفها اي راجل بيشوف المرة جنبه اقرب واحدة اختك عبوبتك بيتجيرانكم ديل النصارى الكفار انت عشان كده بتطفوا النور عشان الموضوع دا عندهم الساعة اتناشر يقول لك انتقلنا من مرحلة النور الدنيوي الى مرحلة النور الاخرى بعد داك اي زول بيكبط البتر قدامه في امتى اذا حملت اذا حملت في اليوم دا بيقول لك الجنة دا دا ابن يسوع وهذا ولد مبارك ور كده الى اخره في امتى احتمال يعمل له قبه ولا يعمل له طريقة ولا المهم في النهاية بالاخبطة اللاخبطة دي دا دا المنهج بتاع الجماعة دا لك اخواننا الليلة المسلمين بيجي بتطفوا النور انت يا زول ما لك انت عندك نور اخرى نور دنيوي مطافي لما تقمالك امتى دا لك عشان عندهم كفر عندهم عقيدة انه الله ولد عيسى الساعة اتناشر في الزمن دا يعني تقال عقيداتهم شنو انه الله عز وجل ولد عيسى واصغر زول مسلم حافظ السورة قلوا الله احد الله صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال وهدى ليه الكلام دا كله الله قال اندعوا للرحمن ولدا الجبال دا تقع والارض دا تنشق عشان النصارى دا قالوا الله عنده ولد شاين ليك ما عارف ليك العاب ناريوشا قال ليه طاق 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 هو الساي الكلام دا بزعيل ولا بزعيل الكلام دا بزعيل ولا بزعيل هس انا اسألك سؤال اي زول هنا اي زول اسأله سؤال واحد اذا جاء واحد قال ليك امك هل ولدتك دي امك جاء بتلاوت حرام بترضى الكلام دا ما في زول برضى الكلام دا لا شافع لا كبير لا صغير ولا مجنون ما في زول برضى الكلام دا طيب ليه بترضى لو قالوا الله عنده ولد بترضى ليه مفروض تزعل تزعل من الموضوع دا لانه اتا دينك لم يلد ولم يولد وديلك دينهم انه الله عنده ولد فانت مفروض تغضب ما تفرح الامة ذاته ما عارفة تفرح متين وتزعل متين وتغضب متين بس دارين اللمة وده الموضوع الجاهل له اغلبية الناس والله المستعان الا من رحم الله النازل جاهلين لانه هذه الاماكن انت تلقى فيها النسوان المتبرجات هدان الله وإياهم وتلقى فيها النساء السافرات وتلقى فيها النساء الساقطات وبتلقى فيها جميع الاصناف كل الاصناف ما عدا البنات المحترمات المحتشمات دي زمان دو تكون قاعدة في البيت صلت العشاء ودرت النوم امتا غيره ولا تكون ما عارفة جاتيني لكن غيره دلو عال قلت لك لا فاتيني امتا واحدة طالعة من البيت قد تقول بيت جيدات امتا طالعة به ملابس قصيرة نطط به فوق امتا لابسة ضيق عشان تطلع انا محتار ذاته طلعت بهين وتلقى اخوها لا فيهني دي الحوجة تاته مشكلة وقد يكون ابوها اخوها قاعد بهيني يقول لك شايفل مزة ديك وقيت لما عندك مزة بهينيك برضو امتا اختك ما بغادي دي شعر عدنيل بتاع المنشية صح احي امتا تشاغل بهيني بيشاغله بهينيك قرصة بقرصة ما كما تدين وتدان تقرص بهيني بقرصه بغادي نفس النظام همتا تلقى الولد اناس الحاصل شنو ابوها مش الجامع لابس تكا وبجوه للتكا في سروال وبفوق للتكا في عراقي وبفوق للعراقي في جلابية وبفوق للجلابية في طاقية وبفوق للطاقية في شال وبفوق للشال في عمه دي كم متر ها دي كم متر أس البت القطى العلاب هي متر إلا ربع متر إلا ربع اذكرتوا حاجة هنا الباقي وين أكلوا فار نساتوا في البيت المهم الباقي هنا ولابس لها بلوذة البلوذة دي لو لبسوها في امتاء ليتوا منجيري ما بالبسة والله ما هي البسة انت ما لقيتك في السوق العربي ما لقيتك في السوق العربي ما يقول لك دي كارينة يا ربي ملابسين أفروط البسة اللي راجلة في البيت تجيك ماركبة هنا ما عرف لك شنو كده ده ده هذا الفساد البدي طالع من وين بل ملابس النوع زي طالع من وين ابوها لابس ثلاثين متر في راسه وكرعينه وبتعوى مكلفح ويجيك انت سلام عليكم ورحمة الله لا في شن ابو كده شفت زي الدرسكون في انت والسلام عليكم وبنته بتجي معش فت فت فد الامة دي كلها بتسرح بجايب تخلي عمك انت سارحين بقيني لا بسلاح حبيبي شطفني والله الذي لا اله غيره ماذا الحاصل انت قال لك ان احنا قاعدين وين جي والبحر ما قاعدين معك بريني عارفين الحاصل شنو نحن انا البس قصيرة لما دي كلها تكورب لا وهابية وانطلنا القصير ودي كيف قولك دي موضع يا اخي حبيبي شطفني وانا مارتي شطفتني وده بالحلال كمان انا معرس انت قال لي مسكين سايد والحمد لله رب العالمين انت وانا دعو قلت برضو اذا لا في صينية مش عارس ما لك الهو السايد انت ما عندين موضوع والله الذي لا اله غيره تباري البنات ديل والله تتورط تشوفت الساعة اتناشر واحدة اتنين تلاتة اربعة ستة ساعة تشمز بتطلع بها داك تمشي اين تستنى راس السنة الجائدة انت عشان تكشف تاني نفس الوعمل السدي فانا بديك حل حل ضريف جدا داير نسوان هاي عندك فهم مع النسوان ايوه همش عرس وقلت النسوان دا الخلقه لاشنو ما الله عز وجل خلقهم عشان تعرسهم ما عشان تعايلهم الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم متعايل للنسوان وقل للمؤمنات يعضطن من ابصارهن امتى داير النسوان هاي همش عرسه قل لك لو لو مشيت بيقول ليه يجيب ما عارف ليك ويجيب انت ما خشيت غلط انت خالطة هيني همتى وغشتك انت كلامين وابوا داك قبيل والرناق الحاصل انت فالمهم لخبطة كثيرة حاصلة انت كلامين فالناس جايين الليلة ها حتى يفسدوا ها ويسعوا في الارض الفساد داير بننصحهم لوكي الله تبارك وتعالى ما عندنا مصلحة معزول انتهينا من هنا انا بدور من هنا ماشي مبدا اشوف محي البيتنا بوين لاقتني جغمة زيدي في الشارع ترى بجغامه وبتخارج انت وماشي ضوالي انت يا اخونا جزاك الله خير لو مشيت البيت صلت لك رقعتين نمت قريت قرآن دا بنفعك يوم القيامة لكن والله الذي لا اله غيره انت حتموت انت ولا ولا دار الموت الاياماد بيقى ساهل خلاص بتكهربة بس كهربة تكون خطي تلفونك في الشاحن وبتتكلم انت تجيك كهربة من وين ما تعرف بيديك تقافي عدانك والشهيد وما عارف ليك ورحمه الله بقرب ودوك المقابر المقابر دي ما قفلت شفع بموتو ناس كبار بموتو ناس صغار بموتو انت بتموت والله بيسألك يوم القيامة يوم واحد وثنتين اثناشر كنت قاعد وين ها قاعد وين؟ شخال شنو تذكر الله لا ذكر لا درس لا لا شخال شنو قل لك والله شخال قطمة يا قطمة قطمة دي اهني لكن هناك بيتموافق يوم القيامة انت والله جد دينا دي قطمة لكن هناك الله عز وجل قال يوم يفر المرء من اخيه اخوك دمك اخوك امتا وجده يقول لك ده فردتي موت هنا بس الكلام ده حدويني لكن هناك الله قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل مريم منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة انت فانت اي حاجة بتعملها ربنا عز وجل كاتبة انت نسألك او ندعوك انك تتوب الى الله تبارك وتعالى وانت بتخسر شنو لو توبت الى الله عز وجل خسران شنو خسران شنو ها ربنا عز وجل قال ليك لو انت توبت السياد بتاعتك الزمان دي جد الله ما بيمسح عليك بس بيقلب لك حسنات ويديك لها حسنات دا لو توبت لو انت مشيت الساة صليت رقعتين ورفعت ايدينك الى الله تبارك وتعالى ها اللهم اغفر لي اللهم اعتب علي في امتى لو رفعت ايدينك الى الله عز وجل و توبت ربنا تبارك وتعالى قال اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة امتى الناس ترجع الى الله تبارك وتعالى ها والبلد ما مشت تحت ومع رجع الدورة الا بالباطل دا قبلي كم يوم فينجنا جماعة في الملافين في الواتساب وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب بيمتى تشغالين عصيان مدني عصيان بطني عصيان مدني انصاف مدني ما عارف ليك بيمتى الناس زي المعلوم قول لك الاسعار ارتفعت هس انا سألك سوال الشغل البطرة وفوق ده الترو ده ده بقى قروش ولا مجان مجان صاعة ولا مجبا قروش بقى قروش هاي طيب ده ذاته ما نوع من انواع التضيع بتاع المال ده ما بزار اسي ما بزار وطيب اتكارك مولوك البولد دي خالية التوقت تتلقى قروش الله يديك قروش ترى تجد اشتر لي بقى همبوكا وما عارف ليك همتى وبلاوي زي دي واحد ما تم طفولتو درجة التماهيني امتى الواحد سايق مرتو والله ده حيرني مرة واحد المرة والبت امتى سايقو انشتو هماشي قدام النظام عمك كينو كده وماسك البلد امتى والا ام دي ورا بغادي وهو ما عارف في اعطالك عدينين بس مبارين وراتو دي لك عمك ده شايف بابورو ده عجيب والله يد عم ابخلوك ما ابخلوك اخ اسطر مرتك يا اخ اسطر اولادك اسطر بناتك انت اسطر اخواتك توبل الله تبارك وتعالى البلد مرجع ورا هذا البيحصل ده اغاني بيجاي وهجيج بيجاي ها وفساد بيجاي وعري وتبرج وبهناك شرك بالله تبارك وتعالى ناس بغادي يدعو غير الله عز وجل ويستغيثوا بغير الله تبارك وتعالى ونسوا قوله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي متين اذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الناس تركوا الله تبارك وتعالى الغني الحميد ولجأوا الى المخلوقات والمقبورين والموتى من دون الله تبارك وتعالى ما لا قاد ذول كف يا فلان تلحقنا وتفزعنا يا اولي الحقونا وافزعونا انت الفلان والاولية دي البشر والآلهة حتقول لي بشر الله عز وجل قال ليك البشر ما عنده لك حاجة دا ارحاجاي اسأل ربنا تبارك وتعالى ادعو الله عز وجل الله قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ما تنادي مع الله دول لا رسول لا نبي لا ملد ولا غيره تدعو الله تبارك وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا ظل مضيع بلدنا دي مش قبل قم يوم قام في مولد نفس الوام بتاعت ديل ديلك نصارى وديقليك لا لا يله utan الله محمد رسول الله مين كدو ولي الله ديل بجائب دينك لا اله الا الله محمد رسول الله مين كدو ولي الله وانا اكلمك حاجة هل سدي لو ما شائد الكنيسة الكنيسة بتلقى نفس الشي اللي بحصل في الكنيسة كان بحصل في المولد نفس الشي تشابهت قلوبهم ديلك شغالين من زيقين curtain سارا لو اجبت لك المناشد حقتهم ما بتدجري مرة واحدة لا تدجير 물�今年 انجيل وينو انجيل جوا جيبوا جيبوا الانجيل اوريك حاجات البلد دي بقى الشوانة الناس ما عارفه انت في انجيل ايني جيبوا الانجيل الاخدر ده اخلي ديقى الانجيل ايوه انت ارفع المايب ده الانجيل بتاع الجماعة النصارى ده الناس ميسي وكريستيانو انت وضعموت وغيروس الفاكير سجمره مات في ده الانجيل بتاعهم ده انا شفتوا ده الكتابة المدنس شايفو هل ما شايفو اذا ما حصل لها قاك مش بتلقاهم شاقالين ميك 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 مدروا الكلام ده قد انا باقراليك حاجة مسكول كده من الانجيل بتاع جماعة ده تعدلت تحتفل معهم تاني اي 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 دول عندنا شفت ميك لو جماعة الشباجاي منجيب لك مجلة ميك ينقول لي وان اراحي الكتابة اه انت جليえば باناتي اي 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 انت اي 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 صبر ان opening انا كنت شعيد هنا خلال انشياد قاو. انت قال الادب مرة واحدة يقول لك الله بقول له الكلام ده. كلام قال الادب خالص. انا بجيب اقرأ لك كلام النصارى. واجيب اقرأ لك كلام الجماعة بتاعنا المولد. داي لك حبهم في النبي. وداي لبميلة عيسى عليه الصلاة والسلام. كذابين. طيب. ده نشيد الانشاد. قال اعظم انا اشيد سليمان. كتاب نشيد الانشاد. انا اقرأ لك الكلام ده. كدوريني ده دين. الله قال كلام زيدا. الله قال كلام زيدا. ودائرين نصراني. مشكلة ما بيجويني. لابدين في الكنيس. انت تعالوا هنا نوريكونا الحاصل. نصراني. تلعب اصلي صليب. كدت انا نوريك الحاصل. انت ما عرف الكلام ده يا اخي. انت قال كتاب نشيد الانشاد. اعظم واناشيد سليمان. العروس تتحدث. اهام. انت الكلام ده خطير مرة واحدة. انت لو سمعته بس ما تفسر او بو اكتسرها بعيد. او واحد. انت قال العروس تتحدث. قبلني بقبلات فمك. الله بقول كلام زيدا. تبتلعب ونجم. طيب لان حبك احلام الخمر. اهام. رائحة عطرك حلوة. اسمك مثل العطر الزكي. فلا عجبك ان تحبك البنات. خذني معك. تعالى نجري معا. يا خذني الملك الى قصره. هايب. الاصحاب يتحدثون. الاصحاب. نفرح ونبتهج. نمدح حبك اكثر من الخمر. نازل سكرانة جد. انت. عشان كده هناك ابوك الشيخ. يقول ليك سقاني. انت. ما عارف ليك المحبوب كهذا خمرة و الى اخري. طيب. قال يا بنات القدس. الان قال. قال انت يا حبيبتي كفرس في مركبات فرعون. ما اجمل خديك بالزينة. اهام. يا ولد اللي بقول كلام زي ذا? ربنا تبارك وتعالى. يقول كلام زي دا dà كلام الله. تعرف ان سارة دي الكفار. وبعد وعد يقول لك لا يا اخد. للي ما كفار. ديه اهل الكتاب. دا الكتاب. 해�stellung كتاب. دية المسلمين. اقول لك لا مسلمين كفار ما كفار. شنو طيب كافوري يا شنو? دا دا كلام الله الله يسألك. الله بقول كلام زي ده الكتاب مجالي كتابة للمسلمين قل لك لا ما مسلمين كفار ما كفار شنو طيب كافوري ده ده كرام الله الله يسألك الله بقول كلام زيدا تعال الله عما يقولون علوا كبيرا طيب قال أنت جميل يا حبيبي أنت حلو والحشيش الأخضر سريرنا أشجار الأرز هي حيطان دارنا والسرور وهو السقف وفي كلام لو قريته هنا النازجات بدأت خارج ده كلام فارغ ده الدين بتاع النصارى ده اللي بيقولوا ده اللي بيقولوا الليلة في الكنائس بيقولوا الكلام ده تلقام شغالين يردسوا ويتطوطحوا وانت بيقولوا فينا شي ده الأنشاب قول لك نحن أولاد يسوع ومين 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 ده احتفالهم بينما إلاد عيسى الكفري بالله تبارك وتعالى بيغادينا سابوك الشيخ احتفالا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ده لك برقصه وده لك برقصه قول لك نحن بنمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الله ونحن أهل الصلاح وبتمدح الرسول بتقولوا شنو قول لك يا ذول نحن ناس مدايح تب في متح هنا والله الذي لا يلا غيره أنا داير ذول يشرح علي متح فيه انتا قال عندو الأننن مشاهد الحي لا جمل لا حمار لا تكلى حي ايوة الكب كب الدق دق اللم لم أبيض لبني قاعد هنا بعدها يقول لك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ذول كده كب 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 بوين اتا ودق دق 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 ما لك ولم للم لأمي لها ما لخ بطاوز قلان فارغ انتا مدحقه ديني قول لك حبا في المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد شوية ايجوق اولاد المكاشفي وووه لا 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 جل مكاشفي الغوم نطفم كل ناظر بالعين وجماع صلي عليهم صلي عليهم اها في مجلس مكة موكوك مكة كالله رجال بايعين دماغ غير علا شايقي شايقي شاييله رطين حمار في الطين راجي الصالحين يدو البنزين عندهم حمار شخال ببنزين سوزوكي انت بك شو طولك بنزين قال طيار يطير مع الطيرين افا كم ساردين اهو حمار يدو بنزين يعني جيك بالصلاة ما الا يطير انت لعب عقول الامة الاسلامية يجوب تاني بينك اللي يقول لك الكباشي القيد في شبلو جيت زور جبلو جيت كيف قبلو لولحو زقلو دردقو نبلو بلعو اكلو من الطريق زقلو الكباشي قيد في شبلو صلي عليو صلي عليو صلي عليو يا اخي الله يديك تاني تمشي بغادي تلقى البراي نركب فوق بوكس جديد ولم هل هل سامولتو مبتنحل سواق قدير ومهندسا اكمل قود يرلا سادقو بطرازنا الاول واثنين دي فرانشي في الرملة ما بيوحل ومعه كم ساري شغل الربط والحل في اللفة يتمهل وتنكيه مظبط وملم من شركة شل صلى الله عليه وسلم غشوا الناس بكلام لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما فعل النصارى وغشوا اتباعهم بكلام لا يليق بعيسى عليه الصلاة والسلام عيسى الله رسلوا باعي للتوحيد انت الله قال يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت لا اعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم ده كلام عيسى عليه السلام نقل والله عز وجل في القرآن الكريم قديل النصارى الليل يقول لك الله عنده ولد والله جابه ولد يوم واحد تلاتين اتناشر الساعة اتناشر يطفوا الانوار والناس مساكين مساكين مفروض تغضب تغضب لمن يسيء الى الله تبارك وتعالى يبلي فترة الناس جايطين انت هؤلاء واسي خليني من قبل فترة على يام المضط دي يبلي اسبوعين ثلاثة الناس دي كلها زعلانة روسيا 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 ضربت سوريا روسيا كتلوا اخواننا في سوريا صح ربنا عز وجل ينتقل منهم اللهم امين انت طيب الروس جدل دينهم شنو دينهم شنو واحدين شوعين واحدين داند دين بداعهم انت الليلة بتحتصل مع الروس زيلك ذاته multiple people سوف تحتصل معهم بعد احد يقول له كل سنو الواحيط توف دار تقول له كل سنوه انت طيب تعالوا اعيد الضحية ولا تعالوا اعيد رمضان ماتا يا ابب hitting الليلة كل سنوه انت طيب ما طيب الليلة Ada ما طيب انتا لمن اليوم دا انتهب السلامة انتا ديدعوا او زعموا ان لله تبارك وتعالى والله الكلام دبزاعل الكلام دبزاعل لزول العند قيمة والعند توحيد لله تبارك وتعالى وزول على الفطرة الكلام دبزاعلك الله عنده ولد كيف يعني الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد فدي نصيحتنا ودعوتنا للناس أن يوحدوا الله عز وجل وأن يفيدوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وادعوا الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا لا تدعوا الموتى ولا تدعوا المقبورين ولا تدعوا الأولياء ولا تدعوا الأنبياء ولا تدعوا الملائكة ولا تطوف القبور ولا تتوكل على الحجبات والمحايات والجأ إلى ربك تبارك وتعالى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وخليك عزيز بيدينك أرفع رأسك بيدينك انت ظل مسلم انت ظل تابع للرسول صلى الله عليه وسلم تقعد تقعد له مع ناس مرض نصارى يهود ما عندهم علاقة لا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالدين من العديان فأنا ما طولت على الناس كثير نصارى الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر من عمابة اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وأن نعم على نبينا محمد أقدم أخونا نوري ننبه الناس أن المواد تلقوا على اليوتيوب تكتب قناة الشيخ مزمي الفقيري تو قناة الشيخ مزمي الفقيري تو تلقوا المواد دي في اليوتيوب إن شاء الله